السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي هل تعلم أخي الكريم وأختي الكريمة أن طباء في أمريكا قبضوا 6.5 مليار دولار من صناع الأدوية ومن صناع الأجهزة الطبية هل تعلم هذا أخي الكريم؟ وفي دراسة عملت في أمريكا 70% من الأمريكان بيأخذوا دواء 70% على الأقل دواء واحد في اليوم و90% من اللي فوق ال65 بيأخذوا دواء أيضا و50% من الأمريكان بيأخذوا على الأقل دوائل 50% بشكل عام ومن 2009 لل2016 دائرة العدل أو وزارة العدل أو مكتب العدل أو دائرة القضاء الأمريكية دفعت شركات الأدوية 19 مليار دولار عشان هذه يعطوها للانضحك عليهم لأنه هذا الهيلف كير تبعهم اللي هي الأدوية تبعتهم كلها خبايص وبلاوي وهينا رح أذكر لك شوية شركات وقديش الرشاوي اللي دفعتها في نفس الفترة من 2009 لل2016 أسترازينيكا 515 مليون دولار ألرجل 600 مليون دولار برودو فارما 600 مليون دولار سيرونو 700 مليون دولار إلي بيلي 1.5 مليار دولار أبوت 1.5 مليار دولار جونسون أن جونسون 2.2 مليار دولار فايزر اللي طلعتنا للحقن هذه تبعت الكورونا 2.3 مليار دولار فبعد هاي الأرقام وبعد الإحصاءات اللي أصبحت متاحة لكل البشر لكل الناس هل تعتقد أنه الدواء اللي بتتناوله آمن؟ والموضوع هذا إن شاء الله رح يكون له حلقة مستقلة وإذا كان الدواء غير آمن إذا كان الدواء غير آمن بأي شكل من الأشكال غير آمن نهائياً كل الأدوية إلها أعراض جانبية من اللي يدفع الثمن؟ مش الإنسان المريض مش الإنسان المريض هو اللي بيدفع الثمن من صحته ومن عافيته صح ولا لا؟ ما صدف معك إنك رحت للطبيب وقال لك خذ هذا الدواء مجاناً ولما يخلص اشتغيره من الصيدلية ليه ليه طيب ليه؟ لأنه لما يكون الطبيب هذا متخصص في مرض معين أو في داء معين ويعني مشهور جداً وكذا واللي هو بيرشوه وبيعطوه فلوس عشان يكثر صرف هذا الدواء المعين بالذات وممكن الدواء اللي بيقول لك هذا جديد جربه ما يختلفش عن الدواء الرخيص اللي أنت كنت تشتريه بيقول لك هذا أفضل وأغلى شويها سعره أعلى شوي فهذه مجانية وشوف كنتك ترتاح عليها ولا لا وبعد ما يخلص اشتريه من الصيدلية لأنه كل روشيتة كل بيرسكريبشن بيكتبها الطبيب بتروح للصيدلية اسم الطبيب موجود بيحطوه عندهم بالداتا وهاي الداتا بتروح بإيميل واحد لشركات الأدوية فبيعرفوا قديش كل طبيب وصف هذه الوصفة وكم واحد اشتراها وأرباحهم ويأخذ نسبته الطبيب والصيدلي إخواني هذه أمور ما عادت يعني مخفية معلومة ومشهورة وموجودة اكتب في اليوتيوب أو اكتب في الجوجل رشفة الأطباء بالإنجليزي بالإنجليزي دوكتورز برايبري بتلاقي بيطلع لك خمسة تلاف بحث وستمائة ألف مقال طيب فيه طريقة ثانية هاينك قاعدين بنعد عدد الطرق اللي بترش فيها شركات الأدوية وصناع الأدوية الأطباء طبعا شركة الأدوية بتبحث عن الإنسان اللي ميتين على العمل التعبنين اللي محتاجين فلوس اللي بدهم يشتغلوا أي إشيو أي شكل مهما كان الثمن وعلى الأطب اللي مثل هيك برضو فبروح وبيعطوهم عروض بتهبل يعني بدل ما واحد يكون مثلا متأمل يأخذ ألفين ثلاث تلاف دولار بالشهر لا أخذ عشرة بس هالي بتيجيك كوميشن بتيجيك كوميشن يعني بتيجيك عمولة قديش بتبيع قديش إيش بتستلم فلوس بعدين أغلبية مندوبي المبيعات هذول اللي بتختارهم شركات الأدوية هم من النساء وبتلاقيها النساء المغريات النساء اللي بلبسهم مش عارف كيف ومش عارف إيش وكله يعني شغل بره بره فهيك بيختاروا برضو الأطباء اللي ميتين على الفلوس وبيدهم فلوس طريقة إغراء أخرى اللي هي هاي كوميشن اللي هي العمولة مرتفعة جدا تصل إلى 20% أحيانا والدواء ما بيكونش رخيص ما بقل لازم يدفشوه الدواء ما بيكون رخيص وبتلاقي 20% على كل علبة تنبع وشفت أنا فيلم اسمه بين هسلرز صائدي الألم هذا فيلم ممتاز بيفضح شركات الأدوية وفيه تقريبا عندي كمان 5-6 شفتهم يعني مشاكل مشاكل لا تعد ولا تحصى وبيكشفوهم وكشفوهم وعادة عن المقالات اللي انكتبت في الجرائد والبرامج التلفزيونية اللي أعلنت عن فضائحهم وكل هاي الأمور وأصبحت ظاهرة للعلن وفيه لقطة بالفيلم بتقول فيلم أمريكي فيه لقطة بالفيلم بيقولها اللي هو المسؤول تبعها It's commission that get you to paradise يعني هي العمولات اللي بتحصليها مش الراتب يعني تهتميش بالراتب العمولات اللي بتحصليها هي اللي رح تبديك على الجنة Paradise هي اللي رح ترفعي بفوق هي اللي رح تخليكي غنية ومعكي فلوس وكذا الcommission مش الراتب عشان هيك بغروهم الأطباء وبندو بيب لبيعات بالcommission العالي اللي هو العمولة العالي وبوصوهم هذه كمان طريقة طريقة رقم أربع بيوصوهم بيقولهم لما تلاقي دكتور يساعدك أنه يوصف هذا الدواء للمريض تلاقي دكتور هذا يلتزم ونوقع معك أنه رح يصرف الدواء هذا يعني يعطي تزكية للمرضى اللي عنده لا تعامله على أنه سئل على أنه مبيعات لا 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 عامل هذا الطبيب على أنه من عائلتك as family فبيبدو بشوية هدايا وبيبدو مش عارف إيش لغاية ما يقع هذا الطبيب هذا الطبيب وخاصة بيختاروا الأطباء المشهورين والمعروفين واللي إلهم اسم هذا بيروحوا مثلا بيقولوا تعالي يا عمي أنت قديش بتحصل بالسنة خلينا نقول 200 ألف دولار 200 ألف دولار طيب شو رايك تعبلهم دبل شو رايك نعطيك كمان فوقهم 300 ألف بس الدواء هذا يعني تعتمد وتوقع معنا عقد أنك لازم تزكي هذا الدواء لكل مرضىك وما بيعملوا هذا مع طبيب واحد لا لا أنت تخيل لو كل طبيب جاب لهم 100 شخص جديد أو وصفوا لـ 100 شخص جديد وكانهم التفقيل هما مع 100 طبيب 100 طبيب قديش راح يجيهم فلوس ومرابحها في السماء يعني في قصة أنا شفتها دواء كان ينباع مش عارف لأي مرض مش فاكر يعني 13 دولار ونص موجود في الإنترنت وموجود في اليوتيوب 13 دولار ونص وتمت محاكمته وسؤاله وكذا رفعوا من 13 نص ل750 وقالوا لهم لو عاد بيك الزمن شو بتساوي قال لهم راح رفعوا أعلى من هيك كمان الناس بيتهيئا وإحنا بيزنس إحنا عبارة عن بيزنس بعدين بتتطور الشغلة شوي عشاء مجاني مش عارف إيش هذا كله free بيقولوا تعالي يا عمي جيب عين تقلينا نتعرف وكذا وإيش تعالي نتعش سواء وكذا وين بأخذوا على مطاعم تسع نجوم مش خمس نجوم أغلى المطاعم أحخم المطاعم وأغلى المطاعم وكل بلاش يعني سمعت أحد الأطباء بقول أنا كانوا يعرضوا علي عشوات اللي بتكلف للشخص الواحد في مطاعم لغاية ثلاثمائة واربعمائة دولار مجانا مجانا هذه إحدى الطرق كمان اللي بيغروا فيها الأطباء بعدين بتتطور كمان شوية بدنا ندير بالنا على أولادك فبدفعوا لهم مثلا انتساب بالنوادي بدفعوا لهم مثلا تعليم السباحة بدفعوا لهم كذا بعملوا لهم جولة مثلا في أمريكا على حساب الشركة كله كله هذا ترفيه ما ترفيه للأطفال لأولاده يعني فالزالة ما بدي يقول لك إيه يعني مش بقصرين معي ليش أقصر معهم وبعدين أكيد هذا الدواء مجرب مع أني زي ما قلت لك في البداية ممكن الدواء هذا يعني ما يفرقش عن الدواء اللي أنت بتستخدمه والأرخص منه بشيء ممكن يكون نفسه بس زي تغيرت العلبة ما هو الأسماء والبلاوة اللي بيحطوها على الأدوية هاي ما بنعرفش شو معناها ولا منين جاية ولا بتلاقيها بقموس ما فيش شوف القموس اللي وراي ما فيش ما فيش بتلاقيهاش ولا بقموس ولا بتعرفش هي مع أني عندي مصطلحات الطبية والعلمية ما بتلاقيهاش صعب كمان طريقة بروحوا بيختاروا بروفيسور مشهور في جامعة معينة أو طبيب مشهور جدا جدا وبعرضوا عليه أضعاف مضاعفة من اللي بحصل بحصلوا كل سنة يعني بتحصل نص مليون هاي اثنين مليون يا سيدي هاي اثنين مليون طيب شو أعمل بدنا نعمل لك مؤتمر بدنا نعمل مؤتمر مؤتمر ونجيب لك الأطباء وكذا اللي بيتعلموا منك واللي يتعلموا على يدك ولي 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 ونحط لك إياهم في الصالة واحدة ووافقوا قدمينهم خطاب بس ساعتين ثلاثة أربعة بس ساعتين بس بس هذا اللي عليك تسوي أكثر من هيك لا وما تنسى إنه صلايدات يعني الشرائح إحنا بنعطيك إياها يعني بدهم الطبيب هذا يقول اللي بدهم إياه مش هذا كله غش وتلاعب وخداع وإذا أنت أو أنت أختي كإنسان يعاني من شيء ما سمعت طبيب آخر بيقول الدوال فلاني بتقول للدكتور تبعك أنت بتروح له يعني بتروح له في زيارتك العادية أو كذا بتقول له أنا سمعت أنه الدوال فلاني أفضل من هذا الدوال اللي بتعطيني إياه يعني وأرخص ليش أنا ما أستخدمه على طول ما هم مبرمجين هذول هيكو هم دربينهم على إيش على إيش مدربينهم على أنه يقول لك لا ما منوع تغير الدواء جلسة فكتعود على الدواء خلاص انتهى ما بتقدر تغيره بيصيبك مضعفات وكأنه الدوال اللي بيوصف لك إياها ملوش مضعفات سبحان الله كمان طريقة بيستخدموها الشركات الأدوية أنهم بيمولوا البحوث في الجامعات الكبرى أو جامعات مشهورة يعني بيشمشموا بدوروا شمال ويمين تيلدونهم بروفيسور مشهور ومحتاج وبيديروا بالهم عليه وإعمل البحث اللي بيدك وهذا تبويل منه بس النتائج كلها اللي بتطلعوا فيها هتجينا إحنا بالأول مفهوم مفهوم فضل خذ فلوسك واشتغل البحث طيب هذا البحث اللي بيعملوا شو بيضمن له هذا الطبيب شو بيضمن له سفريات مجالة مؤتمرات ببلاش يعني روح فيه مؤتمر بسويسرا سافر فيه مؤتمر بألمانيا سافر كل هذا عساب أريكات الأدوية تفعله مش مشكلة تفعله الآن بيختاروا لهم كمان عشر جامعات ولا عشرين جامعة صار هيك المجموعة خلينا نقول عشرين جامعة إجت التقارير بعد البحث بعد البحث بتلاقي مثلا من عشرين بحث مثلا في عشرة أو اتناعش بتقول لك هذا الدواء لا يصلح هذا هو سادقين ثمانية أو سبعة بتقول لك آه لا يصلح يصلح الآن شو بتساوي شركات الأدوية الثلاثة اللي بيقولوا لا يصلح هذا بترميها بالزبالة في الزبالة وبتنشر السبعة اللي بيقول يصلح وهذا يعني متوارثة ومتعارف عليها من أيام أنس الكيز لما عمل البحث تبعه وطلع التقارير واستشهد يبقى أقل من ثلاثة أو ثلاثين بالمئة مش ذاكر من نتائج البحث والباقي رما يعني اللي عكس كلامه رما وأنا ذكرت هذا في الفيديو تبع عن سلكيز الدول اللي ذكرها معدودات على الأصابع واختار الدول اللي بتلائم كلامه أما الدول اللي أثبتت عكس وخراب ودمار كلامه أهمل إحنا في ضياع أتمنى يا إخواني الكرام أن تبحث إذا كنت أخذ دواء كثير أتمنى أن تبحث عن أي بديل لهذه الأدوية الأطعمة التغذية اللي بتوكلها شو بتوكل شو متاكل تخفف السكر يعني فيه مئة طريقة فيه مئة طريقة بدل الأدوية مش كل الأمور طبعا لكن فيه طرق بتخفف على الأقل اللي بخذ الخمس ست أنواع أدوية حرام هذا بهلك جسمه ففي طرق أفضل وأسلم وما فيها مشكلة لأني برجع وقول لك ما فيش ولا دواء آمن ما فيه أتمنى أن تكون هذه الحلقة أعجبتكم واستفدتم منها فإن أعجبتكم يا ريت تشاركوها مع كل إنسان إهمكم أمروا بارك الله فيكم أشكركم على حص الاستماع تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر